السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم سنتكلم عن أسرار آية الكرسي وربما أسرار لأول مرة ستعرفها فيها المخفية التي لا يعرفون كثير من الناس وهي أعظم آية في القرآن ممكن أن تفعل فيها القرامات نحن نتعبد الله لطلب الحسنة ولكن ممكن أن تنجى بها في الأرض وتفعل بها الكرامات بإذنها ولكن يجب أن يكون عندك الاعتقاد الحقيقي والني الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى أول شيء الذي جربته أنا في حياتي إذا أردت أن تستفيد من الأذكار والقرآن يجب أن يكون غرض الآخرة يعني لا يكون عندك غرض دنياوي ليس لحب الدنيا فقط للتقرب إلى الله فمن المجربات من قرأ آية الكرسي واحد وأربعون مرة عند غرب الشمس قضيت حاجته آية الكرسي ومسح على رجديه لم يشعر بتعب هناك عديد من أصلا سأقولها هنا في هذا الفيديو يجب التركيز الاختفاء على أعين العدو هذه من المجربة أيضا لأن آية الكرسي فيها هذا السر لاختفاء والحفظ للاختفاء من أعين العدو من قرأ آية الكرسي سبعون مرة بنية الاختفاء إن شاء الله العدو سيختفي والعدو شياطين الإنس والشياطين والجين الكافر من حس بها لك يعني كان في مكان ماء ولم يجد ماء وأكل وقرأ آية الكرسي قرأ آية الكرسي ستة والستون مرة لم يحس بعطش ولا بجوع قرأ آية الكرسي عند النوم مباشر آخر كلام له آية الكرسي سبع مرة سينوم بالسلام لا يحس بأي شيء في نومه سينام بسلام ويستيقظ بسلام من قرأ هذه من المجربة أخوتي هذه من المجربة وأنا جربت طريقة سأقولها في المستقبل من قرأ آية الكرسي على حفنة طراب واحد وأربعون مرة ورماها في وجه هدوه أو رماها في اتجاه هدوه يأمن من العدو يأمن من العدو لن يؤديه بإذن الله من قرأ على حفنة طراب آية الكرسي سبع مرات ورماها على قبر شخصا ما قبر يعني رماها على قبر ذلك الشخص الذي هو في القبر يناله رحمة بإذن الله من المجربة أيضا من قرأ آية الكرسي 101 101 هو رقم سري لآية الكرسي رقم جوهاري من قرأ آية الكرسي 101 وكان مسجونا قرأها ثلاث أيام خرج من السجن بأي طريق سيخرج إذا قرأ آية الكرسي 101 ثلاث أيام وكانت عنده النية خالصة من إذن الله وقرأها بثلاث أيام سيكون سبب لخروجه من السجن لوجع الرأس من قرأ آية الكرسي سبع مرات ومسح على رأسه يزل وجع الرأس يا إخوتي يجب أن تكون النية محضرة والفعل يجب أن يكون سري لأن إذا كان شخصا معك و واعتقد اعتقاد آخر فهو سيصيبك باعتقاده يجب أن تكون وحدك لما تطبق أي شيء وتكون نية خالصة لله سبحانه وتعالى من قرأ على كأسا من الماء واحد وأربعين مر آية الكرسي وسقى بها شخصا يصبح محبوبا عند ذلك الشخص مثلا الزوجة لزوجها هذه مثلا الزوجة لزوجها إذا سقت قرأت آية الكرسي قرأت على كأس من الماء آية الكرسي 41 وسقت به الزوجة فيصبح محبوبا أن تقرأ على كأس من الماء وتسقي به أبنائك فهذا يشربون منه فهذا سيجعل محبة اتجاهك لإصلاح المتخاسمين من قبض قبضة من طراب قريبة من المسجد يعني طراب قريب من المسجد وكان يوم الجمعة وقال آية الكرسي ورماها ما بين المختصمين استلحوا من المجربات من المجربات الأولية وهي يعني عجيبة إذا حصرت مدينة من كانت مدينة محاصرة أو بيت محاصر من عند عدو أو مدينة محاصرة من عند عدو وهو هجم على مدينة مثلا وقرأ شخصا ما قرأ آية الكرسي 1100 لمدة ثلاث أيام في اتجاه الأربع يعني ستقرأ يعني تقرأ في هذا الاتجاه وتقرأ في هذا الاتجاه وتقرأ في هذا الاتجاه وتقرأ في هذا الاتجاه في اتجاه الأربع وهذا في المنزل كذلك ينصح بالعدو في اليوم الثالث إذا قرأت 1100 آية الكرسي ينصح بالعدو من المدينة في اليوم الثالث ينصح بإذن الله هذه كذلك من المجربات يعني رقم 41 هو رقم جوهر لآية الكرسي يعني الزوجة لزوجها تفعل هذه الطريقة سيطرح الله البركة من أرادت أو من أراد أن يجعل شخصا يحبه ولا يفارقه فليقرأ آية الكرسي واحد وأربعون مرة على طوب من السكر على طوب من السكر ويعطيه للمقصود أن يأكله يعني في قهوة أو في أي شيء يستهلك مثلا زوجك يستهلكه في أي مشروب أو في أكل فارقك وسيجعل الله المحبة تجاهك قوية بنوهية من المجربات لقضاء الأشياء لقضاء الأشياء تقرأ الصلاة تبدأ بأصابعك العشر أصابعك العشر ستبدأ بالصبع الأيمن وتقرأ الصلاة عن النبي وصورة الإنشراح وآية الكرسي وتقبض يعني تجمع صبعك إلى يدك وتبدأ بالصبع التاني حتى تنتهي إلى الأصبع العاشر يعني الصلاة عن النبي وصورة الإنشراح وآية الكرسي عشر مرات فهي من الأشياء المجربة لقضاء الحوائج أردت القبول وكنت ذاهبا للعمل ناسا يقبلونك فقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وانفت في يدك وامسح بوجهك فتصبح مقبولا عند الأشخاص والسلاطين أردت أن تقوي بصرك هذه من المجربة أيضا إذا أردت أن تقوي بصرك ضع يديك على بصرك يعني يديك على عينيك وقرأ الفاتحة وقرأ آية الكرسي وقول هذا الدعاء أعيد نور بصري بنور الله الذي لا ينطفي أعيد نور بصري بنور الله الذي لا ينطفي فهمتو الطريقة سهلة من المجربات لقضاء الحوائج تصوم سبعة أيام كل يوم ستصلي ركعتين وتقرأ في الركعة الأولى صورة الفاتحة وصورة الطارق ثلاث مرات وفي الركعة الثانية ستقرأ صورة الفاتحة وعشر مرات صورة الإخلاص وعند الانتهاء تسجد وتقول سبع سبع مرات تقول سبوح قدوس رب الملاك ثم ترفع رأسك وتقرأ آية الكرسي 91 مرة تقضى حاجتك بإذن الله هذه الطريقة من أراد أن يصبح غنيا من الأغنية يعني المال يفرض عليك المال لمدة 41 يوم ستفعل هذه الطريقة كل ليلة تصلي أربع ركعات الركعة الأولى ستقرأ صورة الفاتحة وبعدها آمن الرسول إلى نهاية الصورة وهي آخر صورة البقرة آمن الرسول في الركعة الثانية كذلك تقرأ صورة الفاتحة وابتداء من آمن الرسول إلى آخر صورة صورة البقرة وفي الركعة الثالثة ستقرأ صورة الفاتحة وتقرأ صورة الزفزلة خمسة عشرة مرة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ستقرأ صورة الفاتحة وتقرأ خمسة وعشرون مرة صورة الإخلاص وعند الانتهاء تجلس في مكانك وتقرأ ألف ومئة ألف ومئة آية الكرسي إذا طبقت هذه الطريقة يوميا تصبح من أغنياء العالم وتصبح غني بإذن الله بشاوة منكم الخير وإذن قائم السلام